شكرا لكم في فيديو جديد وخبر جديد إذن حسن بن عثمان يفضح تحالف الشذوذ ويعلق على تحركات الشابي للترشح للرئاسة إذن علق الأعلامي حسن بن عثمان على آخر الأنباء المتداولة بخصوص نية زعيم جبهة الخلاص نجيب الشابية للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة وقال أحسن بن عثمان أنا نحترم نجيب الشابي لكن نقوله يا أستاذ مضمض وتوضى ما كشباش ذوق شي وذكر أحسن بن عثمان بتصريح عبد العزيز بن ضياء على تحالف 18 أكتوبر الذي ضم الشابي وحمل همامي وديلو وغيره بأنه تحالف الشذوذ وقال بن عثمان بأن الشابي كان يطمح للتقلد مكان المنصف المرزوقي ولكن النهضة لم تمنحها هذه الفرصة وللإشارة فإن الشابي يسعى لبناء تحالف يجمع جبهة الخلاص وحركة النهضة وبعض مكونات المجتمع المدني للترشح للانتخابات الرئاسية وفقا لآخر الأنباء إذن كان خبرنا لهذا اليوم شكرا على المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء اشتركوا في القناة